أعزائي الطالباء أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية مدارس سندباد الأهلية محاضرتنا اليوم راح تكون عن حل أسئلة كتاب النشاط صفحة 105 اللي يتعلق بموضوع التجوية طبعاً هنا الحل مالتنا راح يكون مباشر على الكتاب المفردات عرف المفردات الآتية ما المقصود بالتجوية؟ التجوية هي عملية تغير لسطح الأرض من خلال تفتت الصخور إلى أزاء أصغر عملية تغير لسطح الأرض من خلال تفتت الصخور من الأزاء الكبيرة إلى الأزاء الصغيرة التجوية الفيزيائية هي عملية تفتت الصخور إلى أزاء أصغر من دون حدود تغير في التركيب الكيميائي تذكرون أعزائي الطلاب أن التجوية هي تنقسم إلى التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية الفيزيائية قلنا تتفتت الصخور إلى أزاء صغيرة لكن ما يحدث تغير بالتركيب الكيميائي لها لكن التجوية الكيميائية هي أيضاً عملية تفتت الصخور وتحللها لازم نكتب التحلل وتكون مصحوبة بتغير التركيب الكيميائي للصخور طبعاً عدنا هواية عوامة تؤدي إلى التجوية الكيميائية والفيزيائية لكن اختلاف بين الاثنين أن التجوية الكيميائية هي تفتت الصخور مثل الفيزيائية لكن تتحلل وتكون مصحوبة بالتغير الكيميائي للصخور الفكرة الرئيسة أولاً ما أسباب حدوث التجوية طبعاً عدنا التجوية إذا ريتها بصورة عامة عدنا هواية أسباب لكن آل سويتكم إياها أول شي قسمتها إلى التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية وأخذنا فد يعني عوامل وأسباب اللي هسا رح نذكرها التجوية الفيزيائية بسبب اختلاف درجات الحرارة مياه الأمطار نمو جذور النباتات بعض الحيوانات اللي قلنا هي مثل النمل والديدان تأدي إلى التجوية الفيزيائية أما بالنسبة التجوية الكيميائية فهي بسبب أمطار الحامضية يعني هنا إذا نريد أن نقول ما أسباب حدوث التجوية إذا ما تريد أن تذكرون فيزياء أو كيميائية نقدر رأساً نقول درجات الحرارة مياه الأمطار نمو جذور النباتات بعض الحيوانات الأمطار الحامضية هاي كلها نقدر نقولها بجواب واحد لكن من نجزئها رح نشوف أن الفيزيائية إلها أسبابها والكيميائية إلها أسبابها سؤال آخر اكتب إجابة أسئلة التالية في الفراغ المخصص دهما يؤدي امتداد جذور النباتات الكبيرة في التربة إلى تفتت الصخور مسبب حدوث التجوية الفيزيائية تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا جذور النباتات وطيئتكم مثال مثلا أشجار التين هالجذور هتكون قوية وكبيرة وتمتد لمسافات بعيدة فمن تمتد راح تأدي إلى تفتت التربة والصخور واندفاحها على سطح الأرض فتأدي إلى التجوية الفيزيائية اثنيا تعمل مياه الأمطار الساقطة على الأرض على ذوبان بعض الأملاح رح نختار يعني نكتب بالجواب بالفراغ الجواب المناسب لهذه العبارة ذوبان بعض الأملاح الموجودة في صخور القشرة الأرضية يعني المياه الأمطار الساقطة يسقط المطر على الأرض الشرح يذوب الأملاح الموجودة على صخور القشرة الأرضية عندنا هنا ثلاثة صدق الحديد مثال على التجوية الكيميائية صدق الحديد طبعا حديد يتفاعل وهي ما موجود من الرطوبة حوله وبالتالي يصدق الحديد يصدق الحديد فمعناتها أكو تغير تغير بالمادة اللي هي الحديد معناتها هذه مثال على التجوية الكيميائية تجوية الكيميائية شكرا